وقعت الحكومتان الأردنية والأمريكية اليوم اتفاقية منحة دعم نقدي مباشر للخزينة بقيمة 475 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية للعام 2017 وستوجه المنحة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2017 ما يسهم في تخفيض عز الموازنة العامة متوقعا تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي وأضاف أن المبلغ المتبقي من المساعدات الاقتصادية بقيمة 337 مليون دولار تقريبا سيخصص لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الغطاع الاجتماعي وتعزيز المساءلة الديمقراطية وبذلك يصبح إجمالي المساعدات الاقتصادية غير العسكرية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2017 حوالي 812 مليون دولار تأتي هذه لدعم الخزينة وتقليل العجز في الموازنة وحسب ما خططنا كحكومة مع وزارة المالية ووزارة التخطيط ضمن المنح الذي نتوقعه سنويا لدعم الموازنة والخزينة الأردنية طبعا باقي المبلغ الذي هو حوالي 337 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية 812 مليون دولار تأتي لدعم مشاريع من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ثلاث محاور رئيسية في مجالات التنمية الاقتصادية مجالة تحسين الخدمات الحكومية الاجتماعية زي قطاعات التعليم الصحة الصرف الصحي المياه وغيرها أو في تعزيز المسائل الديمقراطية